تعد سوريا ممرا رئيسا للنفط الإيراني القطري العراقي باتجاه أوروبا إذ إنها والعراق بوابة تصدير إنتاجات إيران الزراعية والصناعية والنفطية ومتنفسها الوحيد في ظل العقوبات الأمريكية وقد جاءت الحروب في سوريا والعراق لتعرقل اتفاقا بين إيران والعراق وسوريا لإنشاء خط أنبيب لتصدير الغاز من حقل فارس الجنوبي إلى تركيا وصولا إلى أوروبا ولم تستطع إيران بدأ العمل بخط الأنابيب بسبب الحروب منذ عام 2011 ومنذ تسعة أعوام إلى اليوم فإن المنافسة بين الأمريكيين والروس حروبهما على أرض المنطقة تصبان في مصلحة تعطيل هذا الاتفاق إذ تتدخل أمريكا بقوة لتمنع الاستقرار مشجعة على استمرار القتال في سوريا وهي رافضت سحب قواتها من دير الزور والمناطق المجاورة لأنها الأغنى بحقول النفط والغاز وحقول دير الزور باتت اليوم على مائدة التفاوض التركي الروسي الأمريكي من دون أن تكون سوريا صاحبة الأرض المشتفى على الغنائم فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أنه طلب إلى نظيره الروسي بلاديمير بوتين التشارك في إدارة حقول النفط في دير الزور الواقع شمال شرق سوريا بدلا من استغلال الإرهابيين لها وقال أردوغان أنه عرض على بوتين هذا الأمر مضيفا أنه يمكنه تقديم عرض مماثل للرئيس الأمريكي دونالد تشامب وروسيا معنية بهذا النزاع وأنفقت مليارات الدولارات على الحرب السورية وأنشأت قواعد عسكرية في حميميم وترطوس لتثبيت دورها في غاز المنطقة وتعزيز دور شركات النفط الروسية بتوقيعها عقود تنقيب في إقليم كردستان وسوريا والعراق وإيران ولبنان وقد تزيد روسيا نفوذها في المنطقة من خلال رعاية تنفيذ خط الأنابيب الإسلامي الرابط بين إيران والعراق وسوريا وتصدير الغاز من الموانئ السورية في اللاذقية أو ترطوس ويعد منتدى غاز شرقي المتوسط الذي أسس بالقاهرة في مطلع العام الماضي أحد أهم أشكال التحالفات بين دول المنطقة الذي يضم الدولة العبرية ومصر والأردن واليونان وقبلس وإيطاليا وفلسطين ويدعم الاتحاد الأوروبي هذا التحالف لأنه يسعى من خلاله لإيجاد مصدر واردات بعيدا من الكماشة الروسية الأمريكية مستفيدا من قرب المسافة فيما واشنطن تسعى لتقوية نفوذها في هذه المنطقة الواعدة لخلق فرص نثثمارية جديدة لشركات النفط الأمريكية أما تركيا فتعارض التحالف إذ تحاول جاهدة الحفاظ على دولها كدولة عبور رئيسة للغاز نحو أوروبا لجمع الطموح القبرصي واليوناني بجميع الصبل